السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا بالف خير صحتكم مزيانة كنشكركم بزاف اخواتي على تعليقاتكم الرائعة التي تخليوا ليها شكرا لكم كاملين شكرا لتشجيعاتكم اليوم سنقدم لكم البطبوط معمر بالشحمة والفلافيل كي يجي رائع بزاف هكا العشاء او للقوتي مع شي برمق ديال الحريرة او لا صراحة مع البرد هاد الشي اللي كيليق يعني الخبز معمره الى بويته ان شاء الله ان شاء الله ان نقدمو لكم بحشوة مختلفين قولوها ليا في كومنتر كي يجي في حلانه رائع ما تشبعوش منه وكي يجيل بطبوط هكا خاوي من الداخل كي تجي غير الحشوة اللي معمره فغادي ندوزوا المقادير اكيد بصاته سهلين دائما هاد الوصفات تقليديين معروفين عن جميع المغاربة كي يبقى فقط المبتدئات اللي مازال يلا كيتعلمو عندي هنا كمية ديال دقيق القمح الصلب اللي هو الفينو تقريبا عندي هنا رابعة ميتين وخمسين جرام جوش الكيسان ديال العنبة ديال الفينو وعندي الدقيق الابيض اول الفارينة ميتين وخمسين جرام اللي هي جوش الكيسان ونص بقياس كس العنبة اللي بطبيعه لحال منخول اول مغرب المال احسن ستعملوه دقيق نوعية جيدة يجي مزيان عندي الماء دافي باشغل نجمع العجينة معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة اول الحليب مجفف معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية اول الخميرة ديال العجينة عندي معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات اول السكر سنيدة معلقة كبيرة ديال حليب بودرة اول حليب بودرة او معلقة كبيرة ديال زيت الزيت الزيت نحن نجمع العجينة بطريقة العادية و نضيفها قليلاً فق سطح العمل لا تحتاجها بثاف نضيفها تقريباً 1-5 دقائق سوف نضيفها لنضيفها سوف نضيفها و نضيفها و نضيفها بشوية زيت الزيتون و نضيفها بلاستيك الغذائي و نضيفها و نضيفها كتخمر جانباً لنضيفها نضيفها و نضيفها حولها حولها فلافل و الصفر و نضيفها كمية و ارتبط و هناك بصلة كبيرة اضيفها و 3 تلفلفل مصلاة كبيرة لتها مقطعة فلل الحدقى شحمة الكلوة طحنتها فلل الحدقى تجعل البقايا فلل الحدقى فقط ملاحظة استعملت تقريبا للشحمة للش Galile's مقطع مبلغ calls اختل Rose ثمضر لطل white نضيف مبلغ و نضيف المنزل نضيف الكلار لعددت المثال filter هذا هي الحذرة إلى الجميع بتأكد balls فلفل الاسود و كوركم او الخرقوم و ملحة حميرة او البابريكا و زيت المائدة نحرك هذه المكونات من بعد نردهم فوق البوطة حتى تطيب الحشوة و تتعلق بزياد من بعد نردهم فوق البوطة و نضيف البوطة و زيت الزيتون و نحركها بجانبا حتى تبرد الحشوة بما نقطع البوطة و نحركها بجانبا حتى تبرد الحشوة نحرك نرد الحشوة و انتظروا أنها تبرد و كيف تلاحظوا أن العجين طويلة الحجم سوف نقوم بزيادة و نقطع البوطة و نقطع البوطة و انا قمت بزيادة قبرة لا يمكنك تضر البوطة و لا تقوم بزيادة و نقوم بزيادة و ننتعلم اشتركوا في القناة نقضي المونتج نقضي المونتج نقضي المونتج نقضي المونتج الحشوة برداتلية نأخذ باسم الله الكوة الأولى ونحاول نطلقها لبناء غير الجواني ونطلقها غير الجواني أما الوسط نجعله قليلا لكي نقرصه هذه البطبيطات يأتي وتتخرج الحشوة ونضع الحشوة ونضعها ونضعها في الوسط ونقرصه مقبب ونضع فريق كموس ونضم هذا ولكنه يمكنكي أنتبه ونضعها فريق ونضع الجواني ونضع العلوم وعندها رأيك وضع الحشوة في الوسطى وضع الحشوة في الوسطى وضع الحشوة في الوصف من الفوق وضع المميسة نجمعها و نضعها جانبا ترتاح نضع 5 دقائق نضع 1 دقائق نضع 1 دقائق نضع الكويرات نتمنى طريقتي في الطريقة كتبان أكثر من كلاني نجمعها نجمعها و نكمل الكمية كاملة مباشرة لا يحتاج أن يخمروا للمرة مباشرة نصخن المقلع و نكملهم نكمل بنفس الطريقة نكمل الكمية كاملة و نطيبهم نجمعها نصخن المقلع نجمعها و نقرسها نقرسها و نقرسها و نقرسها 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 نجمعها و نضعها و نقرسها نقرسها و نضعها و نقرسها نضعها و نضعها ثلاثين ثانية نقرس حرات هذا السر لتنفخ لكم البطبوط دائما قلبوه كيف تحطوها هنا يجيت الثانية بما هديك الطيب كنقرصوا باش كترتاح شوية هانتوما كنت لقها مزيان هكا يب المساعدة ديال شوية ديال فينو كنت لقوها على شكل رقيق وصوم كيف موريتكم سوف يرجع البطبوطة الخورة هانتوما لقاها تحمرت من جيال الخورة سوف نحرك بوحد سباتيل او لابدية سوف تنفخ لها البطبوطة سوف تشوفوا معي هنا سوف ندير معكم هذه باش تتبعوا معي المراحل من الأول هانتوما كيف حطيتها في المقلة سوف نقلبها مباشرة سوف ندير هذه الطريقة لانني كنقلب كل حين ما بنحيل الحين سوف تشوفوا كيف سوف تنفخ البطبوطة يعني كي جي رائع سوف نستمر بنفس الطريقة كيف تلاحظوا هاي البطبوطة نفخات مزيان قربتكم حدا باش تشوفوا يعني كتبقى غير الحشوة وكتجي صراحة العجين ما كتبانش نهائيا سوف نستمر بنفس طريقة حتى نطيب الكمية البطبوط ونعمر شي بريري ونعمر شي بريري وعاجي ومرحبا بكم لقرقبو النب يا كل بنات صفي هذا هو البطبوط يجي رائع بثاف وبنين وسهل كتبقى من الوصفات لدي المغربية سوف نقطع هنا يشوفوا اكترت ما انها خاوية والهوة فيها في الداخل بقيت كنا نضرب بها تهربت لي الحشوة والجنب واحد انتم ما شوفوا كتجي ارقيقة بالصح يعني ارقيقة بالصح يرى بالصح مهم إلا بغيتوا هكا افكار الحاجة أدخوري نقولوها لي كنت مني الفيديو يعجبكم إلا عجبكم ما تنسونيش دائما بليجيم ديالكم فقط للتشجيع خليت لكم الفرحة يا أغلى الناس احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته